أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم عائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماعهما وزير قطاع العمال العامة محمد شيمي لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة وكذلك المشروعات التي يتم تنفذها حاليا لتطوير الشركات التابعة لها حيث شدد رئيس الوزراء على سعي الحكومة لمواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستمرار البرامج التدربية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة مؤكدا أنه سيتم تابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية وموقف تلك الشركات أولا بأول كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الوقع